موسيقى طيب كابتن عبد الحميد هنكمل معاك كابتن خليني اخطيك بس لناس زمالك حقيقة سنة دي الموسم ده من خلال الصفقات الجديدة حقيقة مجهود كبير حقيقة عمل مجلس دولة زمالك بفاك القيط ثم بقى طبعا ضافع بعض المستحقات وده بحد ذاته جانب مالك بير رأيك في الصفقات وهل الصفقات دي هتؤثر على نات زمالك بالإجاب في الظل اللي بقى تدخل اول ماتش في كونفدرات أفريقية ثم ماتش السوبر امام النادي الاهلي يوم سبعة وعشرين والموسم الطويل اللي احنا برضو هسألك عليه من خلال وجهة نظرك كمدرب ايه اللي مفروض يتعامل في الدوري ممتاز السنة دي هل يتم تغيير شكل الدوري عشان تزبط الدوري ولا تمشي يمشي زي ما هو كده بالدورين اللي احنا متعودين عليه الاول نات زمالك كيف ترايك فيه؟ طب هاخد الحتة بتاعت الاخيرة الاخيرة طب قولها اولا هو الدوري ما ينفعش دوري الا الدوري زهابا وقيابا علشان يبقى موجود العدالة الكاملة والمطلقة وانا بصق ان كل الاندية هترفض اي فكرة غير الفكرة الدوري العادي اه نقبل ان احنا يضغط الدوري ويتلعب كل تلاتة ايام زي ما احنا لعبت تعرف يا كابتن محمد انا لعبت خمس ماتشاط في 12 يوم يعني بمعدل ألعب يومين والعب التالت وضد مين؟ لعبت الاهل دور اول ودور تاني في اسبوع ولعبت الزمالك دور اول ودور تاني في اسبوع ولعبت بينهم الاتحاد وزد كل ده في فترة معانة فانا اقبل ان الدوري يضغط انما ما اقبلش ان الدوري يتغير دي رؤية فنية بالنسبة لك؟ ده رؤية فنية ولوق عشان اللي يهبط يا كابتن يهبط عن حق وعن عدالة واللي لان انت بتيجي في الدوري الاول يا كابتن محمد ممكن امورك انت جبت ناس وعدت فرقتك وتمام تمام وتجي الظروف في غير صلحك فتلاقي نفسك في المراكز الايه الاخير تجي تلاقي نفسك في يناير عندك فرصة ان انت تتعدل وتجيب لعيبة وتجي فتلاقي نفسك ده عندها كتيرة كانت في القاع وتغيرت تماما وطلعت في التلتة الامامة من بس ده ما يديش بالنسبة للاندية هي تبقى مركزة من الاول يا كابتن على حزب كل حاجة يا كابتن ممكن تعمل كل حاجة صحة يا كابتن محمد ويجي قابلك سوق توفيق ده وارد في كرة القدم يعني في فرق كبيرة كانت في مثلا في مؤخرا فتيجي تياه نفسك بتلعب التمامة فرق الاخيرة على تلاتة اهبطوا فانت كده بتخلقني هو أنت عمل يا كابتن النظام اللي يفكره فيه ده هو انت دور اول وتاخد التمانية الاوائل انا بحكي لك ان هو الثمانية التانين يا كابتن هالعبوا وانت كده مش هتلاعب الفرق الكبيرة في الدور التاني ده ويهه اللي عرفك يا كابتن لا انا عظيم يا خلاص بقى الفرق الكبيرة بقت في.. كابتن انت ما تعرفش انا اقول لك حاجة كابتن اما انا في الدور الاولاني كنت من الاربع والخمسة الاول طول الدور الاولان وفي فرق كبيرة كانت في التلت الاخير طب تخيل انت بقى لو لقيت الفرق الجماهرية كلها قامت مزنوعة في التلت الاخير في التمانية اللي تحت وتيجي بقى عيابط منه اتنين تلاتة بقى انت كده بتعمل ايه فبالتالي يا كابتن خلينا دايما ما نقلفش وما نلعبش في شكل الدوري خلينا دايما ماشيين كويس واحنا احنا احنا انتو ضغطونا السنادي خلوتونا نلعب عدد كبير من المباريات في وقت صعب في وقت قليل يعني انا حتى كنت اععد اشتريك وقول لهم طب يا جماعة بدل يومين خلوهم تلاتة ايام خلوهم يقول لك لا طب ما انت كنت بترفض وهو وبتكبرنا ان احنا نلعب فبتالب الله عليكم ما تقلفوش وده رأي فني انت كتبته بالنسبة رأي فني كل الانديعة مش هتيب لا تلع الجيش رأي طلع الجيش معروف وبترفض هذا لأي شكل في تغيير الدوري هو مرفوغ مش منا انا الواحد من كل الاندي من كل ليه لان انت كده كده الدوري معمول بشكل معامل انت عارف الارتباطاتك الدولية كلها بس خلالت اخر اللي بيعانى كابتن انديك كبيرة اللي بتشارك في افريقيا وهي دي برضو نقطة يعني اهلي والزمالك وابترامات زوال مصر دلوقتي انت اللي بتشارك في اكتر من بطولة طيب خلاص اللي احنا احنا السنة دي كان فيه استثناءات كتير عادي احنا ما بنتكلمش في حاجة انا كل اللي بكلمه كابتن ان شكل الدوري منفعش غير هو شكل واحد فقط